بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي أعظم خمستاشر ثمرة من ثمرات الاستغفار الاستغفار نعمة عظيمة جدا فوق ما تتصوره ما فيش حد فينا معصوم كل إنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والذي نفس بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتابئ ناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم إذن فكلنا أصحاب زنوب ومعصي لكن الإنسان طالما أنه يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ويقبل على الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو الغفور الرحيم كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى وجل جلاله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صره اللي يحب يشوف من صره أن ينظر إلى صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار ليه الاستغفار بين الضفل كل الزنوب الموجودة في صحيفته بفضل الله إلا المظالم التي بينه وبين البشر لابد أم يرد تلك المظالم تعالوا بقى نشوف 15 ثمرة من أعظم ثمرات الاستغفار بفضل الله بس نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم أول ثمرة إن الاستغفار امتثار لأمر الله قال جل وعلا واستغفر الله إن الله غفور رحيم يبقى أنا لما باستغفر أنا بامتثل أمر الله سبحانه وتعالى رقم اثنين عشان بس ما طولش عليكم بقولكم العناصر كده وراء بعضها رقم اثنين إن من ثمرات الاستغفار مغفرة الظنوب ودي مقصودة إن الإنسان بيستغفر ليه أولا طاع على الله ثانيا نفس ربنا يغفر لي مغفرة الظنوب قال جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيمة وفي الصحيحين أن الله عز وجل ينادي في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليك بجلاله وكماله ويقول من يستغفرني فأغفر له شفت دي أو من ذا الذي يستغفرني فأغفر له إيه بقى مغفرة الظنوب دي الثمرة التانية ودي الثمرة مش سهلة يا جماعة أدي حاجة تانية الحاجة التالتة أو الثمرة التالتة الفوز بمحبة الله قال جل وعلا إن الله يحب التوابين أي كثير التوبة كلما أذنب يتوب كلما أذنب يتوب ولذلك قال أحد السلف لشيخه يا شيخ إني أذنب قال توب إلى الله قال ثم أعود يعني غصب عني فأذنب قال توب إلى الله قال حتى متى قال له حتى تيئس الشيطان منك لأن الشيطان كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني الله أكبر ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى بإذن الفوز بمحبة الله وشو بقى لما تفوز بمحبة الله يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبد النادة يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في ملائكة السموات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فتحبك الملائكة ثم يوضع لك القبول في الأرض وفي الحديث الثاني الذي رواه البخاري أن الله عز وجل يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا الله أكبر رقم أربعة من ثمرات الاستغفار أنه سبب لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين إلا عايز فلوس يستغفر وإلا عايز أولاد وخلفاء يستغفر سبحان الله مع الأخذ بالأسباب وبرضو الاستغفار أيضا منها الأسباب بفضل الله ولكن أوعي تعلق قلبك بالأسباب خلي قلبك متعلق برب الأسباب لأن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب قال جل وعلا على لسان نوح عليه السلام فكلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ولذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري فشكى له الفقر فقال استغفر الله شويتين قال واحد تاني فشكى له جد بالأرض الأرض أجدبت ما فيش مية قال استغفر الله قاله الثالث فقال له أنا نفسي أخلف قال له استغفر الله فقال له كل حاجة استغفر الله قال أجل أما سمعتم قول الله عز وجل على لسان نبيه نوح عليه السلام فكلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بضرارا أدي المطر نزله ويمددكم بأموال أدي اللي كان فئير هيجيله الفلوس وبنين أهو اللي ما كانش بيخلف هيجيله الأولاد وهجعل لكم جنات وهجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا طيب رقم خمسة من الثمرات إن الاستغفار أخذوا بالك بأم الثمر العجيبة دي سبب لحصول القوة في البدن تخيلوا حضراتكم يقول جل على لسان هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مضرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم حتى استدل الإمام ابن التيمية رحمه الله رحمة واسعة أن مما يعين الرجل على الباء وعلى الزواج بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من الاستغفار فإن الله يرزقه قوة إلى قوته أو في حياته العامة في عمله في شغله في سعيه على الرزق فإن أكثر من الاستغفار الله عز وجل يعطيه قوة فوق قوته فيستعين بذلك تمام على العمل بفضل الله سبحانه وتعالى طيب رقم ستة الاستغفار سبب لدفع المصائب ورفع البلايا اسمع ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال جل وعلا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الاستغفار سبب لدفع المصائب ورفع البلايا أي الابتلاءات بفضل الله سبحانه وتعالى رقم سبع حبيبي الاستغفار سبب لبياض القلب ونقاء القلب قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن إن العبد إذا أخطأ خطيئة لو أزنب زنب نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه يعني قلبه يبيض مرة تانية بفضل الله ويصبح نقيا من الذنوب والخطايا وأمراض الكلوب الله أكبر رقم 8 حبيبي من ثمرات الاستغفار زوال الوحشة التي بين العبد وبين ربه جل وعلا الذنوب والمعاصي بتجعل بين العبد وبين ربه وحشة يبقى الإنسان كده مستوحش لا يشعر بأنس الله سبحانه وتعالى فإن تاب وأكثر من الاستغفار تزول تلك الوحشة ويأنس العبد بالله الجل وعلا ولا يأنس بأحد من البشر يستمتع بالوحدة يستمتع هو واقف بين يدي الله بيصلي في جوف الليل يستمتع هو بيقرأ في كتاب الله يستمتع هو جالس يستغفر أو يذكر الله سبحانه وتعالى يأنس بالله سبحانه وتعالى نعمة الأنس بالله رقم 9 زوال الهموم والغموم يا مناس يا مناس وتقريبا النهاردة كل الناس بتعاني من الهموم والكروب والغموم عافانا الله وإياكم فالمعصية هم بالليل وبالنهار والاستغفار يزيل الهموم ويشرح الصدور الإنسان بيصلت عليه الهم والهم جند من جنود الله يصلت عليه الهم والكرب والحزن بسبب كثرة الذنوب عيازا بالله فإن تاب وعاد إلى الله فالله عز وجل قلوب العباد بين أصبعين من أصعب الرحمن يقلبها كيف يشاء فالله قادر في لحظة بل في أقل من ذلك أن يحول ذلك الهم الذي في قلب الإنسان إلى سعادة وصرور بفضل الله سبحانه وتعالى رقم عشرة الاستغفار من ثمرات الاستغفار اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي كان بيكثر من الاستغفار رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان النبي يقوم الليل حتى تتورم قدمه فتقول أمنا عشرة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر مع إن ما فيش لا ذنب تقدم ولا ذنب تأخر النبي معصوم من الذنوب صلى الله عليه وسلم فيقول لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ومع ذلك يا حبيبي كان النبي يستغفر في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة دي رواية البخاري وكان يستغفر في اليوم والليلة مئة مرة دي رواية مسلم يبقى رواية مسلم بتشرح رواية البخاري رواية البخاري إن النبي كان في اليوم والليلة بيستغفر أكثر من سبعين مرة مع أنه ما فيش ولا ذنب وكان بيستغفر أكتر من سبعين مرة رواية مسلم بتوضح بقى إيه اللي أكتر من سبعين كان بيستغفر في اليوم والليلة مئة مرة وهو الذي عصمه الله عز وجل من الذنوب والمعاصية وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الثمر رقم 11 أني بالاستغفار نكون يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن سبحانه تعالى حينما يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا غير مختونين والشمس تدنب فوق الرؤوس ويفيد العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق والجاما ويكون أهل الاستغفار في ظل عرش الرحمن قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينها تذكر ذنوبه فتاب واستغفر ففاضت عينه شفقة مما هو فيه من الذنوب والمعاصي رقم 12 من الثمرات إن الاستغفار نور على الصراط والصراط كما نعلم منصوب على متن جهنم وجهنم كما وصفت أوقد عليها النار ألف عام حتى حمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى سودت فهي الآن سوداء مظلمة والصراط فوقها فتحتي ظلمة فيوم الإيامة يصبح الاستغفار نور للمؤمن على الصراط قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الله أكبر بالتوبة والاستغفار النور يسعى بين يديك وعن يمينك يوم القيامة على الصراط بفضل الله سبحانه وتعالى الثمر رقم 13 حبيبي إن الاستغفار من أسباب دفع العذاب فالناس كان لهم نوعين من الأمان أهل الإيمان لهم نوعين من الأمان الأمان الأول هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وكان الكلام ده في زمن الصحابة طيب بعد وفاة النبي على الصدام فالأمان الثاني هو الاستغفار قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم كان كل أمة حبيبي بتكفر بنبيها كان يصلت عليها عذاب الاستئصال فكلا أخذنا بذنبه تنوعت العقوبات عشان تعرفوا ماذا قدرة المولى عز وجل سبحانه وتعالى طيب بعد بعثة النبي على الصدام رفع الله عذاب الاستئصال عن كل الأمم الكافرة وأجل عذابهم إلى يوم القيامة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم طب مات النبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وما كان الله معذبهم لهم أهل الإيمان وهم يستغفرون مدمن ابن استغفر فهذا أمان من العذاب بفضل الله سبحانه وتعالى رقم أربعة عشر الاستغفار سبب لدخول الجنة وما أدراك ما الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذر سمعت ولا خطر على قلب بشر ربنا يكبعنوا أيكم في الجنة يا رب أولو آمين قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ثم قال بعدها بعد ذلك بآيات والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله أكبر يبقى ثواب الاستغفار والتوبة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بفضل الله سبحانه وتعالى الثمرة رقم 15 والأخيرة إن الاستغفار مش سبب لدخول الجنة بس يا جماعة ده سبب كمان لرفع درجتنا في الجنة بفضل الله ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة واحد خش الجنة وبعدين هو أعماله وصلته بفضل أولا نخش الجنة برحمة الله قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لن يدخل أحدا منكم الجنة تعمل قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته لكن كما قال بعض أهل العلم ندخل الجنة برحمة الله ونرتقي في درجات الجنة بأعمالنا وأنا أقول ندخل الجنة برحمة الله ونرتقي في درجات الجنة أيضا برحمة الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يخش الجنة وبعدين هو يعني خلاص أعماله موصله للدرجة معاناة في الجنة فيلاقي نفسه بيرتقي في درجات الجنة فيقول أنا هذا إزا أنا بطلع في درجات الجنة وأنا خلاص مد ودخلت الجنة يعني خلاص يعني إيه يعني ما فيش أعمال بعملها زيادة فيقالوا باستغفار ولدك لك ابنك كان بيستغفر لك فكل ما بيستغفر لك كلما أنت بترتقي في درجات الجنة وده يخلينا نكثر من الاستغفار لأبأنا وأمهتنا أحياء وأموات بفضل الله سبحانه وتعالى إن الرجل لترفع درجاته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك دول كانوا خمستاشر ثمرة من ثمرات الاستغفار أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم نعمة الاستغفار وأن يغفر لي ولكم ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة وأني أجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة